الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد الإخوة الفضلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به السامع والمتكلم إن ربنا جواد كريم كما لعل الإخوة قدموا لهذا اللقاء وهو بعنوان الأخلاق والسير وهذا العنوان هو عنوان لكتاب لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى كتب في هذا الموضوع ولعله كتب في هذا في آخر حياته لما شاب كثير من عباراته وكلماته في حقه بعض أهل العلم وأهل الفضل شيء من الحدة في العبارة فكتب هذا الكتاب وتكلم فيه عن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وخصوصا أهل العلم وكنت أتوقع أن الإخوة الشيخ آدم اللي أظن نتكلم قبل أنا محضرته المهم كنت أتوقع أنه يكون تكلموا عن موضوع هذا العنوان وبعض ما جاء في كتاب ابن حزم رحمه الله تعالى وعموما ما أود الحديث عن كتاب ابن حزم ولكن أود أن أن ألفت الانتباه إلى كتاب قيم جدا في هذا في هذا الموضوع وهو كتاب لأب الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي والكتاب اسمه كتاب أدب الدنيا والدين هذا الكتاب قيم جدا في موضوع الأخلاق و كيف يعامل الإنسان أو ما هي الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان في دينه وفي دنياه ومعلوم يا أخواننا أن الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض وفضل بعض النبيين على بعض كما قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وجعل الله سبحانه وتعالى الرسل هم أعلى 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 الناس فضلا ومكانة ولما كانت مكانة الرسل هي مكانة عليا عند الله سبحانه وتعالى جعل الله تبارك وتعالى الوظيفة التي يؤديها الرسل هي أعلى الوظائف وأعلى الرسالات ألا وهي تبليغ دين الله تبارك وتعالى ولما كان كذلك كان من حمل هذه الرسالة من بعد الرسل من أتباع الرسل هم خير الناس بعد الرسل كما هو المعلوم عندنا الصحابة هم أفضل الناس بعد النبيين وكذلك الناس يفضل بعضهم على بعض ولما كانت يخواننا وظيفة الرسل ورسالة الرسل تتعلق بهداية الخلق ومناقشة الناس ومجادلتهم وهدايتهم الصراط لما كانت كذلك لزم الرسل وأتباع الرسل أن يتحل بأسمى الأخلاق لكي يعامل الخلق ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم وشاورهم في الأمر واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إلى آخر الآيات والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي بين الناس ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن هذا الباب أخواننا عقدنا هذا اللقاء ولعل الذي أشار به أخونا الشيخ آدم رضا الله خير لأهمية هذا الموضوع وليس لأن هناك أخلاق عمت وكثرت يجب أن تحارب ولكن من باب أن الداعية يجب أن يتحلى بالخلق الطيب والخلق القويم لأن رسالة الداعية هداية الناس ولا يمكن أن تصل إلى الناس إلا بالأسلوب أو بالخلق القويم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلو كان الإنسان بأي نوع من أنواع الأخلاق يصل إلى الناس لما كانت كل هذه النصوص والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الموضوع وتجد في القرآن وكتب العلماء كتبا في هذا الباب عموما أنا ماذا لا استطرت في المقدمة ولكن أحب أن أشير إلى بعض الأبواب التي كتبها الإمام الماوردي في هذا الكتاب وإنت لو رجعت له تجد الكتاب ده ممتع جدا والعلماء يا أخواننا يوصوا في هذا الموضوع بقراءة يعني عموما الإنسان في في تعلمه يحتاج إلى شيء من كتب اللغة والبيان وكتب الأدب لأنه يا أخواننا لغتنا العربية تحمل قيم يعني الآن الإنسان لما يدرس اللغة العربية ما هي دراسة بتاعة لغة فقط دائما دي قائد أخذتها في بالك أي لغة من اللغات تدرس فهذه اللغة تحمل قيم المجتمع الذي يتكلم هذه اللغة أي لغة من اللغات لذلك لما رفض بعض الكفرة تدريس اللغة العربية إنما رفضوها من هذا الباب لأن اللغة العربية تحمل قيم العرب ومن أميز ما تميزت به قيم العرب هي القيم الإسلامية فالليلة الذي يدرس اللغة العربية سيدرس القرآن وحيدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان في اللغة طيب عموما كتاب الإمام الماوردي هو أدب الدنيا والدين عقد فيه فصول الفصل الأول عقده في ذم الهوى ومتح العقل انت قد تستغرب يعني نسان بيتكلم عن الأخلاق ما هي علاقة العقل بالأخلاق كويس طيب فقال في المقدمة الكتاب دي أخواننا انت لا تغتنو يهو دا موجود كتاب مجلد صغير كويس انت لما تمشي تفتح الكتاب ده وتقرأ فيه انت حتى تستمتع بما فيه من آثار عن السلف قيمة جدا في الموضوع ده تهذب وتؤذب النفس إلى آخره طيب قال اعلم أن لكل فضيلة أسا ولكل أدب ينبوعا وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين أصلا وللدنيا عمادا فبقدر عقله تكون عبادته لربه تقدر تستغرب من الكلام قال قال فبقدر عقله تكون عبادته لربه قال أما سمعتم قول الفجار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قال وقال عمر الخطاب رضي الله عنه أصل الرجل الرجل عقله وحسبه دينه ومرؤته خلقه قال وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما طيب قال وسمي بذلك يقولنا ماذا يقصد الإمام هنا بالعقل والعقل في مقابل شنو قال وسمي بذلك أي العقل تشبيها بعقل الناقة بدعرفوا عقل الناقة بالبلد كده أقولك عقلة أعقل أعقل الله عنه أربط وقيد لذلك جاء في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أبكر الصديق تل الآية في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أن سمعت أبا بكر انتلاها حتى عقرت يعني ادعقل قال والله ما تقلني رجلاه فهنا قال قال سمي بذلك تشبيها بعقل الناقة لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا نفرت ولذلك قال عامر ابن عبد القيس إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عقل ومن هنا تعلم أن العقل وهو نحن عندنا العقل هو الفهم عموما نشوف التعريف شنو العقل هو ما يحبس الإنسان عن فعل القبيح ولهذا قال العلماء ما من أحد خالف دين الله من كافر أو مبتدع إلا وفي عقله نقص عنده مشكلة في عقله العقل جاء في السنة إن صح الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نور في القلب يبصر به الإنسان الحق من الباطل كويس العقل يخونا بمنع واستقامة الإنسان في دينه وفي خلقه تبع لعقله لأنه العقل بحبسك وسمي عقل من هذا الباب وربنا سبحانه وتعالى سماه حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ما هو الحجر حاجز بيمنعك ما تعمل الغلط كأنه شي بحجرة يقول لك القاضي حجر على فلان حجر يعني شنو يعني منعه يتصر في أملاكه يحجر عليه ربنا سبحانه وتعالى سماه نوها إن في ذلك لآيات لأولي النوها ما هو النوها النوها لأنه ينهى صاحبه عن فعل القبيح فسمي من هذا الباب نوها ينهاك ما تعمل فالعاقل هو الذي يلتزم بالشرع وكل من التزم بالشرع ده عاقل وعقل الإنسان حسب التزامه بشرع الله تبارك وتعالى قال العلماء الماوردي نقل عنهم هنا أن العقل مكانه القلب ودي مسألة قد تكون إضافات كذا لكن نجف إنها سريع طيب مكانه القلب بس الناس يقول لك أنت بتفهم لأن الناس بتخيلون العقل وين في الدماغ صح العقل في القلب قال والدليل على ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها زلبي قلب بقلب ها أسر الناس كلهم يقول لك ما بتفهم هنا بس ما بتفهم ولذلك عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة عندهم العقل في القلب إلا عند الأحناف قالوا العقل في الدماغ المهم الذي يهم أن العقل منه ما هو مكتسب ومنه ما هو غريزي مخلوق في الإنسان في غريزته العقل المكتسب ينمى لأننا نقول العقل في النهاية هو نور يبصرك ويحجبك عن فعل الحرام قال فالمكتسب يكتسب بأشياء منها التجارب ولذلك جاء في منثور الحكم قالوا ما تركت التجربة أحدا إلا علمته في ناس ما بدأ علمه إلا بالتجارب بلذول يمشي يقع في الغلط يقع وتورط وتاني يتورط كم مرة تاني بيعقل تمام فالتجربة قال الماوردي رحمه الله تعالى وأنا بقرأ عباراته لأنه فيها لغة أدبية عالية ومهمة في هذا الباب طيب قال فالمكتسب ينمو إن استعمل وينقص إن أهمل قال ينمو بالتجارب لذلك حمدت العرب آراء الشيوخ حتى قال بعضهم المشايخ أشجار الوقار ومنابع الأخبار لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم وهم وإن رأوك في قبيح صدوك وإن بصروك على جميل أمدوك فالتجربة يا أخواننا الزول يتقدم في السن بيكون عنده من التجارب ومن الخبرة أكثر من الزول الصغير ولذلك بتلقى عند كثير من علمائنا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر فالمشهور عند ابن المبارك وعند جماعة من أهل العلم إن الأصاغر هم أهل البدع لكن بعض أهل العلم يفسر الأصاغر بأنهم أحداث الأسنان وهذا الكلام ما يحمل على عمومه أن كل حدث مذموم وكل شيخ ممدوح لكن يخواننا هذا باعتبار أن من طال التجربته كثر صوابه هكذا يقولون لكن شنو يخواننا كلام قطعي قال ويكون بفرط الذكاء وحسن الفطنة وذكر بعض الأقوال عن السلف أقوال لطيفة في باب الفطنة وحسن الفهم قال حكي عن الأصمعي الأصمعي من علماء اللغة العربية قال قلت لغلام حدث من أبناء العرب كان يحدثني فأمتعني بفصاحة وملاحة قال قلت له أسرك أن يكون لك ألف درهم وأنت أحمق يعني شيل عقلك ويدوك شنو الف درهم فقال لا والله فقلت ولم قال إني أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي يعني في النهاية الحماقة دي مدتني معها قروش الحماقة بتودر القروش وتفوت القروش وتقعد الحماقة برا قال وأحسن من هذا جاء قصة جميلة جدا ما حكى ابن قتيبة عن عضب الخطاب رضي الله عنه قال مر على صبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال فهربوا إلا عبد الله فقال له عمر رضي الله عنه ما لك سألوا لقى الصبيان كلهم جروا إلا هو واقف عبد الله بن الزبير ابن العوام لقى واقف ما ما يتحرك من محله قال لما لا تهرب مع أصحابك فقال يا أمير المؤمنين لم أكن على ريبة فأخافك أنا قال لما عملت حيش أنا أخاف منك قال ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع إليك وتشارع واسئ ونكن تمشي قال الماورد معلقا فانظر إلى ما تضمنه هذا الجواب من الفطنة وقوة المنة وحسن البديهة فكيف نفى عنه اللوم وأثبت له الحجة فليس للذكاء غاية ولا لجودة القريحة نهاية وأيضا نقل عن بعض الأجوبة عن أهل العلم قال قيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله العبادة على كثرة عددهم طبعا السؤال لا أنت بمحنة و أنت غاية ما تجيب وجواب صحيح تقول أن الله على كل شيء قدير لكن يخوانا معين الإجابة الأولى صحيحة الممكن نجاوب نحن لكن الإنسان إذا كان قوي الفطنة والحدس ممكن نجاوه إجابة تكون مقنع على الخصم أكثر من كده فقال لما قالوا كيف يحاسب الله العبادة على كثرة عددهم فقال كما يرزغهم على كثرة عددهم لأنه رزق للناس الله يرزغهم على عددهم يحاسبهم على عددهم طيب وقيل لعبد الله ابن عباس أين تذهب الأرواح إذا فارغت الأجساد فقال أين تذهب نار المصابيح عند فنائل أدهان النار بتمشيين وحكي أن إبليس دعانه الله حين ظهر لعيسى ابن مريم عليه السلام فقال له طبعا إبليس ملعون وبيعرف الضلال بتاعه شغله ده بعرفه فقال له ألست تقول لن يصيبك إلا ما كتب إلا ما كتبه الله عليك فقال نعم يعني إيسى ابن مريم عليه السلام قال له نعم فقال فارمي بنفسك من ذروة هذا الجبل تلبي الله من الجبل فإنه إن يقدر عليك السلام تسلم قال لي الله أخفز من الجبل من فوق فلاحظ شوف جواب عيسى ابن مريم كيف فقال له يا ملعون إن لله أن يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه شو الجهود موفق كيف عموما يا أخوان ورد آثار أنا الآثار دي جبت بهدف معين ما من صلب الموضوع بتاعنا وأساسه لكن أنا دير أشوقك لهذا الكتاب وإذا تمشي تقرأه لأن في هذا الكتاب أدب جم وآثار عظيمة جدا عن السلف أنت إن شاء الله تستفيد منها كثير قيل لعلي رضي الله عنه كم بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة مش جوابت أمام أم دارين شاني يحسب له مقيم كده وكيلومتر وسنة ضوئية وما تعرف شنوه فدهم إجابة مختصرة طيب الفصل الثاني وأنا أمر عليه سريع لأن المشايخ هما الأساس في الموضوع أنا دخلت سايق قال فصل في حسن الخلق قال عليه الصلاة والسلام أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطؤون الموطؤون مش كده بيقولوها ولا أنا قلت غلط يا شيخ مزامل الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون يخواننا اللقاب تعند كله عن الأخلاق لو لم نخرج من موضوع الأخلاق إلا بهذه الكلمات لكفت قال أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا لحظ يا أخواننا اليوم كل مسلم يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه جعل لنا ميزان إضافة إلى المسائل الأخرى التي تتعلق بالاتباع أضف إليها هذا قال أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا قال الموطؤون أكنافا والعبارة اللي بعدها هي شرح لها قال الذين يألفون ويؤلفون سبحان الله أنت لو خلطيت الحديثة من قياس قدامك تتعامل مع الناس على هذا المبدأ وأنا أعني بالناس هنا لكي لا تختلط عليك الأمور أعني بهم معاملة المسلم العادي إن كان من إخوانك السلفين أو كان مسلما عاديا لا يعرف له عداء للدين ولا مناقض لشرائع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام هنا ليس في التعامل مع أهل البدع ولا مع غيرهم من أعداء الملة إنما التعامل هنا مع المسلم اللي لقوا عليك حق الإسلام قال الذين يألفون ويؤلفون ومن الأمثل يا أخواننا اللي بتخلي الإنسان يؤلف ما جاء في صيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي والناس يعرفوا الحديث لجدالنا الطويل مع الصوفية إن الحديث حجة في باب شنو أها الاستواء أين الله قالت في السماء ده عندنا الحديث إحنا حجة قوية جدا طيب لكن الحديث يا أخواننا فيه بقية تتعلق بخلغ النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم السلمي قصة الحديث أصلا أن الكلام في الصلاة كان مباح يعني زول لو تكلم في الصلاة لو جوا حسالة قالك ذي الرقع على الكم تقولي ذي الرقع على الثانية وفي الصلاة كان يباح الكلام في الصلاة فدخل معاوية وكان ما يعلم بالحكم ده أول ما دخل الصلاة قال فعطس رجل من القوم فحمد الله فشمته في الصلاة كويس قال فرمقني الناس بأبصارهم لأن الناس عرف أنه في حكم نزل ومعاوية ما يعرفه بيقوا بعينوا ليو كويس قال فقلت يعني ده برضو أسكته فقلت واثك لأمياه ما لكم تنظرون إلي تبدعون لي ما لكم فيشنه أتخيل الكلام لو كبر في الصلاة كويس قال فضرب الصحابة على أفخاذهم يعني أسكت قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال والله ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه بلاي شوف علمه كيف قال فدعاني قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني ما تيتسأل وكذا ودعطس وحمد الله وشمته في الصلاة وكذا وتتكلم مع الناس قال له هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن قال والله ما كهرني ولا نهرني ولهذا يا أخوانا ابن القيم وغيره من أهل العلم قسم الناس إلى أصناف منهم الجاهل الذي يحب أن يتعلم زول دار يتعلم يعني واحد يجيب يسألك يامولان يقول لك يا أخ والله قبلنا الصلاة دي صليت وثلاثة رجعت وسلمت ومشيت أنت طوال تقبل عليه أنت بليد تقول لهم بتفهم بيصول الله كدا يا أخي دا دا من زول دار يتعلم فتفرق بين دا الزولة دا تد فيتعلم والزولة الوجع في خطأ والزولة الممكنة العبارة الجميلة والكلمة السمحة توجهوا فرق بينه وفينه عنعدد الدين في فريق بين دا وبين من يعاد الاسلام ويطعم في الشريعة في فريق يا أخوانا أولا ما في فريق عشان كده تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله يعامل الناس بطريقة ويعامل العدو بطريقة اخرى يعني في ناس عداء وفي ناس مجرمين او انسان فيه هوى يعاملوا بطريقة اخرى لكن الاصل في معاملة المسلم طولة كده يا اخي عاملوا بطريقة طريقة طيبة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البقاء المسلم حديث الاعرابي دخل الاعرابي من البادية قال فبال في طائفة من المسجد وفي بعض الروايات لما سألوه قال وجدت تحت أرض وفوق سماء جانب المسجد ما كان فيه سقف جيد داخل قال لي قلت لي تراب في الواطة واطة تراب وفوق سماء ما فيه حاجة فبلت يعني فيش ناس لأنه ده يا أخوان فيه تعامل الناس واعتبار بيئات الناس والمناطق اللي نشأوا فيها بتلقى فيه سلوكيان عندك مستقبحة لكن هو الإنسان ده عنده عادل لأنه بيته تربى على كده الموضوع ده ما فيه مشكلة قال لما بالا الصحابة جاموا عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيفهم عالي جدا قال لا تزرموا خلوه لأنه ده لو انت وقفته مشاهد عليه ده تضربه ولا كده بتحصل مفاصل كتير جدا من أول حاجة البول ده ممكن يشتتوا لك في الجامع كله بدل كان البول في حتة معينة ممكن الناس تدارك بعدين من الموية بيشتتوا لك في المسجد واتنين بيازاه هو بيمرضه كما قال ابن عسيمين وزيادة على أشياء بعد ذاك الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا نحن اللي اتنين بس أنا ومحمد ولا ترحم ابن عسيمين قال لو سكت على هذا لكان أهون يعني لو قال اللهم ارحمني ومحمد سكت على كده أكان موضوع قال ولا ترحم معنا أحدا ارحمنا وما ترحم زلطان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه أخلاق الأعراب الأعراب دي أخوانا ما مقصود ده زول يعني عربي نسبا يعني الأعراب دي الناس السكان البادية حتى ولو كان جنسيته ما عربي لكن دو الساكن البادية مع البهايم هناك دي اسمه عربي فالأعراب بدي عملوا مع بهايم في الغالب وطبعهم بيتشبه بالبهيمة بتاعتهم بيربوا فيها إذا كان بهايم نوع عنيدة تلوزاته عنيد زي البهيمة بتاعته وإذا كان بهايم طيبة وكده ورغيغة بتلقاه زي كويس المهم فقال الرجل اعطني لا مما لأبيك ولا مما لأمك يعني انت أسان نحن عندنا بفهمنا كذول بسان دار يسأل مش بترطبوا لك كلمة كويسة كده ياخد دينيه لو سمحت وكده قال له الديني قال واخذ بالتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم دا غايته كان أنا أنا غايته ما بعرف يعني زوله دائر مني لو ما دائر مني زولت يعني سايت لها منوخ أقلش إحنا بننتهي ببنيتين ثلاثة والشكلة دورت كويس شوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم الله ربنا أداءه أخلاق شان كده ربنا قال وإنك لعلى خلق يعني الأخلاق هنا والنبي فوق منها دا شيء يتهم تتحملوا شوف أشكل أشياء على الأنفس هذي الأخلاق شاقة جدا إخوانا ما ممكن زولا يخارقني وديو بعد دا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يذهب في غنم بين الجبلين شيله كله قال له تدي غنم بين جبلين دا مراح غينة دا مراح كامل بتا غنم كله قال أشيله الرجل أخذ الغنم ورجع إلى قومه قال لهم لقد جئتكم من رجل يعطي عطا ما لا يخشى الفقر أسلموا جابوا كله مسلمين معه فلاحظ يا أخوانا دا لموزج لكن الشي دا الشي دا صعب والله أنا ما أكلمك النصيحة الشي دا صعب دا ارتمرين وتقدم نفسك تقدم نفسك دي ما أدبتها أنت ما بتقدر عشان كده أنت قايل أس الأخلاق الحسنة دي محمودة عن كل إنسان مسلم ولا كافر أس لو جيت لبطرس ولا ميخايل قلت لأ ماذا تقول في الكذب يقول لك يا أخي الكذب قبيح يعني الأخلاق السامحة دي أي زول متفق معاك فيها لكن مشكلة وين ما هو اللي بقدر عليها دا الموضوع هنا ما هو اللي بقدر عليها تطبيق هذا الكلام طيب أنا جريت كتير وخدت الزمن كله المؤلف قال وقد يتغير الخلق لأسباب طارئة تأسباب يتغير أخلاق الإنسان قال منها الولاية زول لو كان ما موظف وولوه ولاية قال دا بغير في أخلاقه قال ومنها العزل لو كان موظف وعزلوه ونقر عن أحد القدامى قال إني وجدتها يعني أخلاقه تغيرت ساءت خلقه ولو ما لك يا أخي طبا كنت كويس لما نعزلوك بيجد كده قال إني وجدتها حلوة الرضاع ومرة الفطان غير أخلاقه الغناء كذلك يغير في خلق الإنسان والناس يلاحظوا حتى عندنا إحنا ما مخلوك بتابعوك طوالي انت مفلس معاهم يكونوا عايشنا معاك بالناشف كده ومر ماشا كويس أول ما عملت لك جريشات الناس بيتابعوك شديد يقول لك أيها شايفينك زمان ما بتقعد معنا في الضل هنا بس القعاد ده بيته عشان عملت لك جريشات ولا إشنو ما بخلوك عشان كده عند العرب يقولوا من نال استطال من نال استطال ترفع يعني طيب قال ومنها الفقر الفقر بغير الأخلاق وطبعا ما بحتي لشاهد ولا لإشنو لأي استدلالات ما بكون قافلة معاهم مفلس أكان جاء تقولوش والله يونسك وانسا لكن قافلة معاهم مفلس بجاعت هناك تقول أفلان تعال على الناس لا لا والله يقولك بطني دي شوية ما بطنك جيبك بطنك شديدة لكن مشكلة في الجيب طيب قالوا منها الهم الإنسان لو مهموم كترة مشاكله ممكن تسلم على أفلان والقبعين فلان هذول والله يقولك فلان ده بيقى حاله صعب خلاص بيقى كعب يقولك ما كعب مهموم وصلنه فالهم يغير في الخلق قالوا علوه السن ذو لما يرتفع يعلو في سنه كويس الأخلاقه بتتغير بيصير الإنسان أكثر حدة ذو الكبير بيكون أكثر حدة ويشعر بالإهمال لأنه زمان كان ذو المسؤول وأولاده في يده وكذا الناس كلهم بيجو لكن الآن بيقى خاطنه في البيت وجو زيارة مغربية كده وقاعد براه وما شغال به فبكون في طبعه حدة ولذلك يا أخوان المسألة دي مهمة وين في تعاملنا مع الآباء ومع الكبار أنت بك لما تقدم في السن بحتاج لعناية منك أكثر وبتلقاه في تعامل أحد معك خاصة لو كان مع كبر السن بيحمي العقيدة تانية وإن تدار تستنغذوا من العقيدة أنت هتخليه يعني ولا شنو يعني أنت تخلي أبوك يمود على الشرك أنت لا بد تكون حريص على إنغاذه ولذلك لا بد من مراعاة هذه السن في التعامل يعني ما يستوعب لك أي شيء بالطريقة المطلوبة وفي نفس الوقت بيكون فيه حدة شوية في تعامل ويحتاج إلى إلى شيء من العناية ومن الرعاية الفصل الأخير قبل الأخير أنا ما أتكلم عنها كله ودار شيخ مزامي لفصل لنا بعدين في المسألة دي هي قول الله تبارك وتعالى خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين من أميز ما كتب أو ما أعلم من التفسير في هذا ما كتبه الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية حتى قال ابن عثيمين رحمه الله قال لو أردت أن أن تنظر إلى فقه السعدي فانظر إلى هذه إلى تفسيري لهذه الآية يعني فسر تفسير بديع جدا ولولا خوف أن يطول المقام لقرأت تفسيري بالكامل لكن بعدين إن شاء الله دير المشايخ يعلق إضافة على هذا والآية تحتمل أو تأمر بالحلم والعفو والحلم شاق على النفوس الحلم من تحلم عن من ظلم واعتداء والأخلاق يا أخواننا ما دار في النهاية على تأديب النفس وهي ضدها والنفس أسأل أخلاق كده يجي يقول لك والله فلان داك عنده أخلاق عجيبة أخلاق عجيبة ما عنده صبر عنده تحمل يقدر يكسر نفسه وقال كده ما بتقدر إنت والله صعبة جدا إلا تضغط نفسك لكن مع الضغط ابن القيم يقول ورياضة النفس رياضة تدربة إنه تتحمل تدربة إنه تسلم كويس ياخر في ناس الواحد لما يسلم عليك انت ذات الأمن يحيرك يزون أنا دار منك شنو يسلم عليك بالطرفية دو كده وكلمتين وهو ما شي ياخر ما تسلم كويس ياخر النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال أفش السلام بينكم ومن أشد أدواء القلوب الحسد الحسد ده في القلوب صعب جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفاء من داء الحسد بإفشاء السلام تعرف الزول لو أنت ما عندك معه وي علاقة ولا كده لكن بتسلم على سمح سلام سمح كويس السلام ده بنهي ما في القلوب من التباغض والتحاسد لقيتوا ليلة سلمت على سلام سمح تاني سلام سمح تاني بكرة بعد فترة تلقى نفسك تلغين بتحبه ليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال أفش السلام يعني ما مرة مرة أفش السلام سلام يكون كثرة السلام مع مع الجودة ذاتة زي ما بقوله يعني ما كله سلام سلام أسيب تلقى يتفينات بتتكيف لهم أديك النصيحة تلقى فينات بترتح لهم شديد وما عندك أي علاقة معهم أي شيء بربطك لا ما فيه لكن بتلقى حتى من بين إخوانك في الدعوة أو زملاء في العمل ولا كده بتلف الدور ترجع إلى أن هذا للسلام سلام التمام بختلف من السلام زي ما بقوله العشوائي طيب أسرين أنقول في هذا الباب قال أبو الدادا لرجل سبه قال يا هذا لا تغرغن في سبنا ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا أكثر من أن نطيع الله فيه قال واغتغضت عائشة رضي الله عنها على خادم لها ثم رجعت إلى نفسها يعني زول لما يغتغس كده ودار يتكلم بعد ذاك يرجع يخليه رجعت ليه قال فقالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء لأنه أنت في الشريعة ما عندك الحق أنك تنتغي من الزول أنت مغيوز لكن الدين بيقول لك خليه أعفو أحلم معاوي رضي الله عنه الإمام أحمد كان يسميه السيد الحليم يعني عنده حلم عجيب والمسال اللي قيته هنا جابوا الماورد ده ده أنا والله حيرني كذلك رأي لكم شوفوا رأيكم شنو قال وقسم معاوية معاوية رضي الله عنه قطفا قطف جمع قطيفة يعني رداء قال فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه فحلف أن يضرب بها رأس معاوية أتخذ المعاوية أمير وجوز على ناس ملابس واحد القميصة اللي الدولي هو القطيفة ما عجبته حلف يا الله قال تضربها معاوية في وشه يا أخوان أمير تضرب بها وفي رأسه كمان قال فأتاه فأخبره فأخبره يكلمه كمان قال له أنا حلفتك إنه أنا ها القطيفة دي أضربك بها في رأسك قال فقال له معاوية أوفي بنذرك وليرفغ الشيخ بالشيخ أوفي بنذرك أضربني قال له لكن بس براحة يا أخوان عليكم الله أسه الشيء ده اللي بقدر يعملوا منه والناس اللي لا يجي يتكلموا سفيه تلقاه ما ما ليس له كيمة يتكلم في معاوية أمير من الأمرة زو الشيخ من عامة الناس يوفي إنه ينذر إنه يجي يشيل دلقان يضربه رأس الأمير والأمير يقول له أوفي بنذرك ده أنت لقاك ده شغل عجيب والله الشغل قلت لو قريت في الكتاب ده بتلقى حاجات بتحيرك عموما أغدتاني فصول كثيرة منها فصل في الصدق والكذب وفصل في الحسد والمنافسة وفصول أنا حضرت أوجه حسة لكن المقام ما بيتسع لسماعة كلها مني وأنا أخذت معظم الكلام وما مفترض ذاته أنا أكون متحدث أظن حسب ما رتب لللقاء فأنا جاي أكتر عشان أسمع له إخواننا شايف شيخ أحمد موجود وشيخ مزمّل وشيهاب وشيخ آدم فما عارف اللي بتقدم أول منه شيخ أحمد من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وشيخ أحمد يعجي من تبعه